وبعدين لو احنا بنتكلم على ايه العنف و ايه الارهاب و ايه القتل و ايه الافكار اللي هم ده هيت بيتبعوها في وسط العالم و فين راح السلام عايز اقول لحضرتك ان دي نتيجة العنف والعنف نتيجة انه هو عنده فكرة هشة بيدفع عنها كلما ازدادت الفكرة هشاشة زاد العنف المدافعين عنها علشان يحموها انا لو بدافع عن بيضة مسكاة في ايه مش هبقى عايزة حد يهوب ناحيتها لكن لو انا في ايه حتة دهب حجر اوه يجي يعملوا اللي هم عايزينه ومش هيحصل لها اي حاجة مهما حوله فبالتالي انا مش هكون عنيف العنف ده نتيجة انه هو اللي يفقد معنى السلام الحقيقي اللي هو المصالحة مع الله احنا اتكلمنا على المصالحة مع الله في المسيحية هل المسلم عنده مصالحة مع الله لا ما عندهوش الله قاعد له بالمرصاد الله ومكره ومكر الله وقنا الله خير المكرين فبالتالي انا بتعامل مع اله يعني ممكن انه هو يسمحني وممكن انه هو يوديني النار ده حسب مزاجه فانا ما عنديش شخصية سبتة بابني عليها ايماني الله متغير بالنسبة لي فانا ما عنديش مصالحة معاه فانا بالتالي ما عنديش طمأنينة واستناد على ارض صلبة في علاقتي مع الله وفي نفس الوقت انا ما بغلط ما بقدرش سامح نفسي انا بصامح نفسي على اساس ان هو سامحني احنا بنسمح نفسنا على اساس ان المسيح سامحنا فيه ناس بيعيشوا بعقدة الزنب وبيبقى عندهم مشاكل نتيجة انهم مش قادرين يسمحوا نفسهم على زنوب هم اقترفوها في اوقات معينة في حياتهم ليه لانهم مش قادر يغفر لنفسه ليه لانهم عندوه سلام داخلي لازم الله يسمحه وبالتالي هو يقدر يسامح نفسه اما انا يبقى جوايا المخزون من السلام ده هو اقدر يبان ينفع يبان على الاخر انا ما ينفعش انه هو يبقى جوايا مخزون مفيش مخزون خالص وبعدين اقول ايه انا هيبقى في علاقة السلام ما بين يوم ما بين الاخر على اي اساس فقد الشيء لا يعطيه انا لو مش جوايا بستمتع بهذه الطمأنينة والارتياح في الظروف الصعبة السلام مش بيبان والدنيا كويسة في الخارج وما فيش مشاكل وما فيش نزعات وما فيش وما فيش وما فيش السلام بيبان اما انا بكون مطمئن وعندي ارتياح وطمأنينة داخلية وثبات والظروف اللي حواليها متغيرة والناس اللي حواليها متغيرة بغض النظر اشتركوا في القناة